وهؤلاء لا يحققون لآبائهم ولا لأمهاتهم ما يتمنون أو ما يتمنه كل والد أو ما تتمناه كل أم هذه الأم المسكينة المجهدة المرهقة ليلا ونهارا من أجل أبنائها والله أعلم بحالها وما تعانيه من الإرهاق والأمراض ومع كل ذلك حريصة أن تكون في خدمة هؤلاء من أبنائها وبناتها وأحدهم لا يصلي حق لها أن تبكي كما بكت وهي تتحدث إلي في الهاتف حق لها أن تبكي لأن مجرما يعيش معهم في الدار لأن شيطانا يعيش معهم في الدار ماذا بقي له ماذا بقي له وأي ثقة توضع فيه وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما سمعتم مني في اللقاء الماضي لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا صلاة له إنما منزلة الصلاة من الدين كمنزلة الرأس من الجسد من الجسد إذن هذا هيكل هذا هيكل يعني أقرب إلى الحيوان منه إلى أي شيء آخر يعيش بيننا لا رأس له لا عقل له لا فكر له لا بركة فيه لا ثقة فيه بل ويمثنه خطرا على من يعيشون معه في الدار نعم وأمثال هذا المجرم هم الذين يقتلون إخوانهم وأخواتهم على النحو الذي تستمعون إليه وربما شاهدتموهم وهم يعترفون بأن أحدهم تجرأ وأمسك بالسكين وقتل أخاه قتله لماذا لأنه لا صلة له بالله وهو عاصي لرب العالمين تبارك وتعالى ولا يخاف الله تبارك وتعالى فسولت له أو فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين لأنه كما قال هابيل كما قال هابيل لئن بسط إلي يدك لتقتلني ما أنا ببسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله أرب العالمين لذلك كما قلت ولد لا يصلي في الدار نتوقع منه كل شر كل شر ولذلك ينبغي لأهل الدار أن يعلنوا حالة طوارئ وأن يقتربوا من ولدهم هذا وأن ينصحوا له لوجه الله وأن ينصحوا له لوجه الله أنا لا أقول اطردوه ولا أقول قاطعوه برغم من العلماء يقولون في هذه الحالة يقاطع يعني يظل في المنزل نعم ويأكل ويأكل ويشرف في المنزل نعم وإن كان بعضهم يرى غير ذلك والله يرون غير ذلك لكني أقول أجلسوه بينكم وأنصحوا له لوجه الله تبارك وتعالى انصحوا له لوجه الله وشجعوه شجعوه منذ نعومة أظفاره وقدموا له من المكافآت ما تستطيعون وإن أتم الصلوات الخمس في يوم من الأيام لا مانع أن تكافئوه بأي مكافأة طروق له مما يشتهي ومما يريد نعم والأهم من هذا وذاك أقول وكما قلت للسيدة التي كانت تبكي وهذا سر بكائها أقول له قلت لها هل يصلي أبوه قالت بكل أسف أبوه ليس من المصلين ليس من المصلين